اتهامات قوية أطلقها زعيم المعارضة البنزولية خوان جوايدو الجمعة تجاه الرئيس نيكولاس مادورو مؤكدا بأنه أخضع كبار قادة الجيش لجهاز كشف الكذب من أجل ضمان ولائهم بعد المحاولة الانقلابية يوم الثلاثاء الماضي جوايدو اعتبر أنه لا توجد أي ثقة داخل النظام داعيا إلا التظاهر بشكل سلمي السفت أمام القواعد العسكرية في البلاد لمطالبة الجيش الفريق الرئيس في السلطة بالتخلي عن مادورو موسيقى